في سورة المائدة في الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة من سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الآية واضحة لديكم في أمير المؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هذه هي الآية الخامسة والخمسون بعد البسملة من سورة المائدة الآية التي بعدها مباشرة وهي السادسة والخمسون بعد البسملة وَمَنْ يَتَوَلَّا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ مرتبطة بالآية التي قبلها وَمَنْ يَتَوَلَّا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ الآية التي بعدها وهي الآية السابعة والخمسون بعد البسملة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزْوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزْوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ هَأُولَاءِ اتَّخَذُوا دِينَنَا هُزْوًا وَلَعِبًا حينما نَتَّخِذُهُمْ أَوْلِيَاءَ لَنَا هذا يعني أننا اتَّخَذْنَا دِينَنَا أيضًا هُزْوًا وَلَعِبًا الْكَلَامُ هو الْكَلَامُ في سورة الأنعام وفي الآية السبعين بعد البسملة من سورة الأنعام وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ أن تُبْسَلَ أن تُسْجَنَ وأين تُسْجَن؟ إنها تُسْجَن في جهنم إنها تُسْجَن في العذاب وَذَكِّرْ بِهِ أن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع الولي والشفيع هو إمام زماننا وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها مهما قدمت أولئك الذين أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُم لَعِبًا وَلَهْوَا القرآن في هذين الموضعين يُحَدِّثُنا عن اتخاذ الدين لهواً عن اتخاذه لعباً إنها العبثية والتي تتجلى في عملية التجهيل والتثويل في كل الديانات وليس في واقعنا الشيعي فقط هذا الأمر يجري في كل الديانات ويجري في واقعنا الشيعي لكنني لا أريد الحديثة عن سائر الديانات فإن أمرها لا يهمني حديثي عن واقع هذه الأمة وبالتحديث حديثي عن واقعنا الشيعي أضرب لكم مثالاً بل سأضرب لكم أمثلة منها ما يرتبط بالواقع السني ومنها ما يرتبط بالواقع الشيعي كي تعرفوا أن الأمر واحد وأننا وهم على نفس الطريقة والأسلوب هناك نصب في مدينة جدة المدينة السعودية المعروفة نصب في هذه المدينة لدراجة هوائية بايسيكل نصب كبير معروف على السنة الناس هناك بأن هذا بايسيكل آدم هذه الدراجة الهوائية لأبينا آدم لماذا؟ لأنها كبيرة الحجم و باعتبار أن الراسخ في الأذهان أن أبانا آدم كان كان كبير الجث كان طويل القامة هذا هو الراسخ في الأذهان لا أريد أن أناقش هذه الصورة ولا أريد أن أتتبع كل صغيرة و كبيرة راسخ في الأذهان أن أبانا آدم كبير الجث إنه طويل القامة فارع جدا جدا فطول وجثته كبيرة فهذا النصب نصب هو من معالم مدينة جدة السعودية دراجة هوائية كبيرة الحجم ليست للاستعمال هو نصب وضع في أحد ميادين وساحات هذه المدينة لماذا أطلق عليه بايسيك آدم يقولون هكذا من أن الممثل المصري عاد الإمام في الثمانينات لما ذهب إلى زيارة الأماكن المقدسة هناك ونزل في مدينة جدة ورأى هذا النصب للدراجة الهوائية فقال على سبيل السخرية ما هذا هذا بايسيكل الأبينا آدم باعتبار أن أبانا آدم كان كبير الجثة طويل القامة قالها على سبيل المزاح لكنها انتشرت بين الناس وإلا قبل هذا التأريخ كانت تعرف بالدراجة الهوائية في مدينة جدة بايسيكل جدة فشاع بين الناس حتى صدق البعض ذلك بأي طريقة بطريقة التجهيل والتثويل سواق التكسي في مدينة جدة يخدعون بعض الحجاج بعض المعتمرين بعض الزوار من الهنود ومن سائر البلدان الأخرى كي يأخذوا منهم زيادة في الأجر فيقولون لهم نأخذكم إلى بايسيكل آدم إلى بايسيكل أبينا آدم يستحب أن تصل عنده ركعتين ويذهب هؤلاء الحجاج يذهبون من حجاج من المعتمرين من زائرين يذهبون هناك يتبركون بنصب الدراجة الهوائية ويصلون هناك ويتوسلون بذلك المقام الشريف بحسب خداعي سواق التكسي وهكذا بدأ الناس يعتقدون بهذه العقيدة على الأقل الذين ذهبوا وأدوا طقوس زيارة بايسيكل أبينا آدم رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي ينقل لنا صورة عن هذا الواقع موسيقى موسيقى في عصر التكنولوجيا وفي عصر الحضارة وفي عصر الانترنت وعملية التجهيل مستمرة هذا الزائر المعتمر سيعود إلى بلاده ويحدث أهله وسيذكر من جملة مناقبه في هذه الزيارة أو في هذه الرحلة من أنه صلى وأدى وأدى طقوس ومناسك زيارة دراجة دراجة أبينا آدم الهوائية ومناسك ومناسك يتفاخر بهذا على الآخرين الذين كانوا معه أو سبقوه وما وفقوا لمثل هذه الزيارة وسيأتي ولده كذلك ويأتي جاره بعد ذلك وهكذا يتحرك التجهيل والتثويل في أوساط الناس هذا مثال بسيط يمكننا أن نعود إلى التأريخ الطويل كي نجد الكثير والكثير وحتى لو أغمضنا عن التأريخ الطويل لو نظرنا إلى واقعنا اليوم فهناك الكثير الكثير من مثل هذا وواقعنا الشيعي فيه الكثير الكثير من مثل هذا نحن عندنا في العراق لا زال كبار السن ولا زال القرويون خصوصا من الذين ما تعلموا ولا ذهبوا إلى المدارس لا زال يطلقون إلى يومنا هذا اسم على الدراجة الهوائية حصين بليس حصين يعني حصين مصغر كلمة حصان حصان كيف تصغر حصان تصغر في اللغة العربية حصين باللهجة الشعبية العراقية حصين حصين بليس يعني أن الدراجة الهوائية هي حصان بليسي من أين جاءت هذه التسمية هذه التسمية خرجت من النجف خرجت من كربلاء خرجت من تحت العمائم فلقد حرموا الدراجة الهوائية حينما وردت إلى العراق وهذا الأمر ليس خاصا بالعراق حتى في البلدان الأخرى التي فيها شيعة أو فيها سنة فلأجل تنفير الناس من الدراجة الهوائية أطلقوا عليها هذا العنوان أحصين بليس وإلى اليوم هذا المصطلح موجود في المناطق النائية التي تقع على الأطراف البعيدة للمدن كبار السن من الرجال والنساء يطلقون على الدراجة الهوائية أحصين بليس هنا في الفيديو حينما أراد المجهلون أن يجعلوا منه مكانا مقدسا وصفوه بأنه بايسيكي الآدم وهنا حينما أراد المجهلون أن ينفر الناس منه وصفوه بأنه حصان إبليس هذا الخطيب المشهور وعزاد الخراسان في النجف في مواعظه في أيام شهر رمضان في أيام شهر محرم يخاطب شيعة العراق فيقول ويحكم أتتركون حمير الله وتركبون الشمندفر أتتركون أتتركون حمير الله وتركبون الشمندفر ويا للعجب في تلك الأيام انتشر مرض الطاعون في النجف انتشر مرض في النجف فمات عديد من العلماء في تلك الأيام فهذا الواعظ نفسه وغيره أيضا كانوا يؤيدونه كان يقول لقد استجيبت دعوة الحمير هذا الكلام ليس خاصا بالنجف ولا بكربلا هذا في كل مكان في الأجواء الدينية في مصر وفي المغرب العربي وفي الهند في بلاد السنة في بلاد الشيعة على حد سواء لا أقصد أن الكلام نفسه يتردد إنما هو التجهيل والتثويل الحكاية هي الحكاية على طول الخط فحينما يريد المجهلون أن يخدعوا الناس بالتقريب إلى ذلك الشيء قالوا عنه بايسكيل آدم وحينما وحينما يريد المجهلون أن يبعدوا الناس عن ذلك الشيء قالوا عن حصان إبليس إحصين إبليس هذه الحكاية تترى في الواقع الديني على طول الخط الواقع الديني مكان مناسب لمثل هذا التجهيل ولمثل هذا التثويل حكاية من زماننا وعن رمز من رموز الإعلام السني شاخ محمد حسان من رموز الدعوة الدينية والتبليغ الديني في مصر ربما شاهدتموه كثيرا على القنوات الدينية السنية رجاء أعرضوا لنا صورته هذا هو شيخ محمد حسان هذه الصورة الأولى أعرضوا لنا الصورة الثانية شاخ محمد حسان من نجوم الدعوة السنية من نجوم السلفية السنية من نجوم الإعلام الديني السني لن أحكي لكم حكايته وإنما سأتركها لزميل من زملائه أيضا من الشخصيات الإعلامية الدينية إنه محمود عبد الرزاق الرضواني كما هو معروف عن دكتور محمود عبد الرزاق الرضواني يحدثنا عن حكاية جميلة فاستمعوا لها رجاء أعرضوا لنا الفيديو لأن الشيخ عبء وإنه يسأل على قناة أنت تأخذ خلوص من القنوات والله ما يأخذ ولا أبناء هو قبل ما يطلع قابض عشر تلاف دولار للأخ يقول أنا لأعتهم له بإيد فكل العاملين في القناة أنا إن فين المصدقية وفين الدعوة الشيخ يقول فقال له يا ابنة نحلفت على الجنيه ما حلفتش على الدولار والله ده اللي حصل إحنا نشهر الكلام ده تجريحا لكن ده فتنة هو طبعا صادق لأنه ما كذبش ولا حاجة هو بيحلف على الجنيه صحيح ما كدش جنيه لكن هو بياخذ دولار وشتانة بين الجنيه والدولار مو من نجف أصيل هو حتى الذي يشكل عليه يقول هو صادق أي صدق هذا هذا الأسلوب أسلوب رجال الدين في كل الاتجاهات الدينية حينما أستمع إلى هذه الحكاية وأمثالها مباشرة تعود بيالذاكرة إلى أمامنة النجف وأمامنة قم ما أنا قلت لكم قبل قليل لو أن رجال الدين جمعوا في مكان واحد لاتفقوا فيما بينهم بشرط أن يكونوا بعيدين عن أتباعهم لأنهم يشربون من آنية واحدة من آنية الدجل الإبليسي هذا المقطع من الفيديو اقتطع من حديث طويل يتحدث فيه عن شيخ محمد حسان ربما ما سمعتم اسمه لكن لو رجعتم إلى الحديث الطويل فإنه يتحدث عن شيخ محمد حسان وهذه الحكاية معروفة هو يستلم بالدولار وحينما يسأل من أنك تأخذ أموالا طائلة من الفضائيات الدينية فإنه يقسم بالله من أنه ما أخذ جنيها واحدا وحينما يعاتبه أصحاب القنوات الفضائية يقول يابني أنا حلفت على الجنيه ما حلفت على الدولار بأبي وأمي موم نجفي أصيل أصل حكاية من واقع مرجعيتنا الشيعية من واقعنا الشيعي هؤلاء الذين يرسلون الأموال من دول الخليج ومن دول أخرى إلى النجفي أو إلى قم ويبعثون بهذه الأموال إلى مكاتب المراجع لأي شيء لا أتحدث عن كل الأموال أتحدث عن نوع من تلك الأموال الأموال التي يبعثون بها لأجل أن تؤدى أن تقضى صلوات عن أمواتهم صلاة الإجارة فحينما يرسلون تلك الأموال بعملة بلدهم فإذا ما حولت تلك العملة إلى الدينار العراقي في النجف أو إلى التومان الإيراني في قم فإن المبالغ تكون كبيرة أنا أنقل لكم مثالا والأمثلة كثيرة أنقل لكم مثالا من أحد مكاتب المراجع أموال تأتي من الكويت مثلا وحتى من غير الكويت الحكاية طويلة مستمرة لا تقف عند هذه الواقعة هذا مثال والأمر هو هو في النجف وفي كربلاء في جونا الديني الشيعي هو فيرسلون مبلغا بالعملة الكويتية فحينما يحول إلى التومان أنا أتحدث عن فترة التسعينات تحديدا عن فترة التسعينات في بداية التسعينات فحينما يحول الدينار الكويتي إلى التومان الإيراني يكون المبلغ قطعا هو في حالة زيادة ولكن أنا أضرب مثالا هنا حينما أقول هو في حالة زيادة كلما مر الوقت كلما انخفضت قيمة التومان هذا الأمر منذ الثمانينات وليس في هذا الوقت فقط المال الذي يأتي من الكويت لصلاة سنة واحدة حينما يحول إلى التومان الإيراني قد يتجاوز المئتين ألف تومان يتجاوز المئتين ألف بالتومان الإيراني وبعد ذلك ارتفعت هذه المقادير يمكن أن يصل إلى مئتين وخمسين ألف مئتين وأربعين ألف مئتين وعشرين ألف وأنا أتحدث تحديدا عن مثال لما حولت الأموال حولت الأموال من الدينار الكويتي إلى التومان الإيراني فكان مقدار المال لصلاة سنة واحدة مئتين ألف وعشرين ألف فماذا يفعل أولاد المراجع أصهار المراجع العاملون مع المراجع قطعا بعد الوساطات بعد الوساطات والتوثيق والإلحاح والتوسل يعطون من هذا المبلغ عشرين ألف لشخص يعرف عن أنه يصلي صلاة الإجارة لسنة واحدة ومئتين ألف يبلعونها فهل ستكون هذه الصلاة صحيحة بحسب الواقع لا بحسب الظاهر لأن الذين يدفعون الأموال يريدون صلاة صحيحة بحسب الواقع لا بحسب الظاهر فهل ستكون هذه الصلاة صلاة صحيحة لأن هذا المصلي لو علم بالأمر لا رفض وهذه عملية معاخدة هذه عملية مؤاجرة لو علم بحقيقة الحال لا رفض فهل ستكون الصلاة صحيحة حينئذ والذين أرسلوا المال من الكويت يريدون صلاة صحيحة بحسب الواقع ويفترضون أن المال كله سيصل إلى هذا المصلي بأي وجه بلعوا المئتين ألف أحدهم يؤدي إقامة وهو جالس فلا يشترط في الإقامة القيام بحسب الفتاوى الفقهية التي تزدحم أشكالها وألوانها في أجواء المرجعية الشيعية فلا يشترط أن تؤدى من القيام ولا يشترط فيها أيضا أن تؤدى باتجاه القبلة بل يقولون لا يشترط فيها الوضوء وربما أدى الأذان والأذان لا يشترط فيه الوضوء قطعا فيؤدي أذانا أو يؤدي إقامة ويأتيها بالنحو المفرد هناك صيغة من صيغ الإقامة أن نأتي بها مفردة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل هو لا يريد أن يتعب نفسه وهو جالس ولربما مكانه الذي يجلس فيه يكون فيه مستدبرا للقبلة وليس على وضوء ويأتي بأذان بصيغة مفردة أو بإقامة بصيغة مفردة ويأخذ على هذا مئتين ويعطي عشرين ألف لرجل يصلي سنة كاملة من دون أن يخبره بذلك وستجد أيضا في أجواء المعممين من يقول نعم هذا صحيح العناوين تنطبق على الموضوع فهو أدى إقامة لأجل ذلك الميت جزءا من الصلاة والذين بعثوا بالأموال خولوا مكتب المرجع أن يفعل ما يفعل ولكن الحقيقة ليست كذلك الذين أرسلوا المال إلى مكتب المرجع لثقتهم بأنها أولى في قمة الاحتياط وعلى أي حال الصلاة باطلة لأنهم لا يذكرون فيها الشهادة الثالثة فهي باطلة أساسا الصلاة أساسا باطلة أنا أضحك كثيرا على هؤلاء الذين يهتمون بشأن أمواتهم ويدققون في قضية صلواتهم ويدفعون ويدفعون أجورا للمصلين والمصلي لا يأتي بذكر علي في الصلاة الصلاة باطلة أساسا مهزلة نحن مضحكة أنتم أنتم تضحكون على أنفسكم بأنفسكم تجمعون الأموال وتحرصون على أن تصلى هذه الصلوات عن أمواتكم وتدفعونها إلى أشخاص حتى لو يصلون صلاتهم من دون ذكر علي فهي باطلة قطعا باطلة عود خليق بض ميتكم من دبش وأنتم هم قفضوا من دبش وإذا أخذتم من مكاتب المراجع فإنهم قد سرقوا أموال صلوات الأموات بهذه الطريقة وهذا الأمر يجري على قدم وساق في سابق الأيام وفي هذه اللحظة الآن في النجف وفي قم وما بعد هذه اللحظة الأمر جار على قدم وساق مضحكة أنتم أو لا والله مضحكة وبامتياز